بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين إخواني العزاء أهلا بكم في درس جديد على قناة قناة من حقك أن تعرف إذن في هذا النوع من الريموت كونترول خاص بمكيفات غري أو توصوت أو هومر أو كوندور أو بعض الأنواع الأخرى كيفية تشغيلها أو برمجتها على التسخين لمن لديه هذا النوع فتابعونا إلى الأخير كيفية برمجتها على التسخين وكيفية قفل محدد التحكم وكيفية تغيير من F إلى C أو من الفهرانهايت إلى الوحدة المئوية إذن لتغييره إلى التسخين من زر مود إخواني نختار علامة الشمس هنا في الأسفل لاختيار وضعية التسخين في فصل الشتاء من الأسهم نختار درجة حرارة عالية 30 درجة يجب رفع درجة الحرارة إخواني أكثر من 25 درجة وأقصى درجة هي 30 درجة ثم نشغل المكيف المكيف إخواني سوف يشتغل في الوحدة الخارجية أولا ثم بعد 5 دقائق أو أكثر قليلا سوف يبدأ يذخ الهواء الحار داخل الغرفة إذن لتغيير من الوحدة المئوية أو الفهرانهايت F إلى C أطفئ الريموت كنترول ثم نضغط على زر مود وزر خفض درجة الحرارة معا بهذه الطريقة نضغط معا على الزرين فتتحول إلى وحدة الحرارة فيهرانهايت F لإرجاعها إلى الوحدة المئوية C إخواني نضغط مجددا زر مود وزر خفض درجة الحرارة نغير وحدة الفهرانهايت أو الوحدة المئوية إذن لقفل الريموت كنترول إخواني أيضا نضغط على الزرين معا زر خفض درجة الحرارة وزر رفع درجة الحرارة نضغط عليهم معا تظهر هذا القفل هنا معناه أن وحدة التحكم مقفولة ولا يعمل أي زر في وحدة التحكم هناك من تقفل معه الريموت كنترول أو وحدة التحكم ولا يعرف كيفية إزالة القفل هذا القفل هو للحماية لكي لا يعبث بها الأطفال إخواني ولا يغير أي شيء في وحدة التحكم لإزالة القفل تضغط مجددا تذهب القفل من شاشة وحدة التحكم هذا النوع الآخر إخواني نفس الشيء من زر مود علامة ثلج تعني التبريد هذه وضعية التبريد نضغط مرة أخرى إخواني حتى نصل إلى علامة الشمس التي تعني التسخين دائما إرفع درجة حرارة حتى ثلاثون وشغل المكيف للتحويل من الفهرنهايت إلى الدرجة المئوية أطفئ الريموت كنترول من زر أون أوف نضغط على زر مود وزر خفض درجة الحرارة عليهم معا في نفس الوقت فتتحول من درجة المئوية إلى الفهرنهايت كما تلاحظون نضغط مرة أخرى تتحول إلى الدرجة المئوية يعني هذه الأسئلة الشائعة إخواني حول التحويل من الف إلى السي وكيفية قفل وحدة التحكم وكيفية التحويل إلى التسخين فالكثير من الناس لا يعلمون كيفية تبديل في هذا النوع من الريموت كنترول إذن هذا فيما يخص التحويل من الف إلى السي لقفل هذا النوع من الريموت كنترول أيضا إخواني لكي لا يعبث الأطفال من زر رفع درجة الحرارة نضغط عليهما معا في آن واحد تظهر علامة القفل هنا في الشاشة معناه أن وحدة التحكم مقفولة ولا يمكنك العمل بأي زر من الأزرار لا يعمل أي شيء لإزالة القفل إخواني تقوم بالضغط مجددا فتقوم بإزالة القفل من الشاشة وتصبح وحدة التحكم تعمل بشكل عادي هذا النوع الآخر إخواني أيضا للتحويل إلى التسخين من زر مود دائما نضغط عليه علامة الثلج تعني التبريد في أي وحدة التحكم الخاصة بالمكيفات نضغط حتى نصل إلى علامة الشمس معناها التسخين هذه وضعي التسخين درجة حرارة دائما نرفعها 30 درجة هي أقصى درجة حرارة في التسخين إذن للتحويل من الفيرنهايت إلى الدرجة المئوية سي نطفئ الريموت كونترول ثم نضغط على زر مود وزر خفض درجة الحرارة معا تتحول إلى درجة فيهرنهايت أو نحولها إلى الدرجة المئوية سي تطفئ الريموت كونترول ثم تضغط على زر مود وزر خفض درجة الحرارة معا لقفل وحدة التحكم زر رفع وزر خفض درجة الحرارة نضغط عليهما معا تظهر هنا علامة القفل وتصبح وحدة التحكم لا يمكنك العمل بها ولا يمكن للأطفال العبث بها لإزالة القفل نضغط مجددا على زر خفض ورفع درجة الحرارة فيزول القفل من شاشة وحدة التحكم هذا النوع الآخر إخواني نفس الشيء من زر موت تختار وضعيات التبريد أو التسخين هنا كول معناها تبريد هذه وضعية التبريد تضغط مرة أخرى ثم مرة أخرى إلى تصل إلى كلمة هيت في الأسفل هنا معناها تسخين ترفع درجة الحرارة وتشغل المكيف الخاص بك إذن للتحويل من الفهرنهايت إلى الدرجة المئوية إخواني أيضا قم بإطفاء وحدة التحكم ثم اضغط على زر مود وزر خفض درجة الحرارة عليهم معا في نفس الوقت تتحول إلى الفهرنهايت F إضغط مرة أخرى تتحول إلى الدرجة المئوية C من هنا وثم شغل وحدة التحكم الخاص بك لقفل وحدة التحكم إخواني يوجد كلمة لوك على اليسار نضغط على زر خفض درجة الحرارة ورفع درجة الحرارة فيظهر هذا السهم أمام كلمة لوك معناها أن وحدة التحكم مقفلة ولا يمكن العبث بها من الأطفال لإزالة القفل في هذا الريموت كونترول اضغط مرة أخرى على زر خفض ورفع درجة الحرارة معا سيزول القفل ويمكنك هنا العمل بوحدة التحكم إذن في مكيفات غري حين تشغل المكيف على التسخين ارفع درجة الحرارة إلى 30 من 25 حتى 30 درجة وانتظر ستشتغل الوحدة الخارجية أولا ثم بعد 5 دقائق وأحيانا أكثر قليلا سوف تبدأ الوحدة الداخلية تضخ الهواء الحار داخل الغرفة لذا دائما حين تشغيل التسخين انتظر قليلا حتى يبدأ الوحدة الداخلية تضخ الحرارة داخل الغرفة لإطفاء الأضواء إخواني من زر لايث هذا إخواني في الأسفل زر هذا يطفئ الأضواء من شاشة المكيف لمن تزعجهم الأضواء في المكيف ليلا هذا الزر لايث إخواني في هذه الوحدات التحكم في هذه وحدة التحكم لإطفاء أضواء شاشة المكيف والأرقام عليك بالضغط على الزر رفع درجة حرارة وزر فان معا اضغط عليهما معا ستنطفي الأضواء وتختفي الأرقام في شاشة المكيف ويبقى المكيف يعمل بشكل عادي إذن كما شاهدنا إخواني في المكيف كلمة هيت أو علامة شمس هي علامة التسخين في أي مكيف مهما كان نوعه زر فان هو لزيادة سرعة المروحة الداخلية يعني تتحكم في سرعة المروحة الداخلية سرعة أولى أو سرعة ثانية أو سرعة متوسطة أو سرعة قصوى نفس الشيء في هذه الريموت كونترول هنا من زر فان تتحكم في سرعة المروحة الداخلية وتتحكم في السرعات في هذه الريموت أيضا زر فان تتحكم في سرعات المروحة إخواني هنا سرعة أولى سرعة ثانية أو سرعة قصوى هنا أيضا نفس الشيء من زر فان تتحكم في سرعة المروحة الداخلية أما التسخين إخواني بالمكيف فهو لا يستهلك كثير من الكهرباء بل نفس الشيء في التبريد نفس الشيء في التسخين نفس الاستهلاك هذا هو شرحي لنهار اليوم أرجو أن أكون قد أفدتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته